أكد سعادة الدكتور محمد بن بارك بن دين وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تتبنى العديد من المرامج والمبادرات والفعالية المعنية بالطاقة والاستدامة على المستوى الإقليمي والدولي وأكد سعادة الوزيرة أن شركة بابكو أنيرجيز بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تسعى نحو تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في التقنيات المتجددة وتطوير الشراكات الدولية التي تعزز الابتكارة والاستدامة في هذا المجال الحيوي والمهم جاء ذلك في الفعالية التي نظمتها مهندسي البترول بفرعي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تحت عنوان الطاقة والاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أكد الوزير أن مملكة البحرين تسير بخطة ثابتة نحو تنفيذ مبادرات بيئية مبتكرة من بينها تقنيات إزالة الكربون وتعزز كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كما أكد ضرورة بناء كوادر قيادية قادرة على استحداث حلول مبتكرة وفعالة لتحقيق التحول المنشود نحو الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مشيرا إلى همية دعم الدراسات والبحوث المتخصصة لتعزيز استغلال الطاقات المتجددة وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة اشتركوا في القناة